استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية معالي السيد نهاد المشنوق وزير الداخلية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة وذلك بحضور سعادة اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام وسعادة اللواء مهندس رياض عيد عبدالله مدير عام الإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية وقد رحب معالي الوزير بمعالي وزير الداخلية اللبناني مشيدا بقوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وحرص الجانبين على مواصلة الجهود الرامية لتطوير العمل المشترك ومواجهة كافة التحديات الأمنية المتزايدة على الصعيدين الإقليمي والدولي وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب من جانبه نقل معالي وزير الداخلية اللبناني لمعالي وزير الداخلية تحيات دولة السيد تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني وتمنياته لمملكة البحرين بمزيد من التقدم والاستقرار كما عرب معالي السيد نهاد المشنوق عن خالص تعازيه في شهداء مملكة البحرين الذين استشهدوا أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني المقدس خلال المشاركة مع قوات التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في عملية عادة الأمل في اليمن الشقيقة وكذلك شهداء الواجب من رجال الأمن وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك والتطورات على الساحة الإقليمية ترجمة نانسي قنقر